اكد اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امنة وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل لتمكين اهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية لكونهم الركيز الاساسية للتنمية وذلك بما يسهم في تعزيز توفير البيئة الحاضنة والممكنة للكفاءات في شتى المجالات ما يدعم تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وانوها السموه بما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بدعم الكوادر الوطنية لتواصل اسهمها بكل فعالية في مسيرة العمل الوطني جاء ذلك لدى ترأس سموه اليوم اجتماع مجلس ادارة صندوق العمل تمكين حيث تم استعراض كافة النتائج التي تحققت خلال العام الجاري من خلال البرامج المقدمة من تمكين والرامية إلى تعزيز التطور الوظيفي للكوادر الوطنية في مختلف الوظائف والتخصصات وتسهيل انخراط الداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال المشاريع التي تدعم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل بهدف ترسيخ مكانتهم كالخيار الاول والامثل للتوظيف كما قدمت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين عرضا حول أبرز المنجزات التي تم تحقيقها وفقا للأهداف الموضوعة خلال العام 2023 حيث تم دعم أكثر من 23 ألف بحريني ضمن برامج تطوير الأفراد وشكلت نسبة الداخلين الجدد إلى سوق العمل 92% من العدد الإجمالي للحاصلين على دعم التوظيف والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف بحريني كما بلغ عدد الحاصلين على دعم التدريب حوالي 10 ألف و700 بحريني فيما تجاوز عدد المؤسسات التي تم دعمها خلال العام الجاري 5100 مؤسسة من مختلف القطاعات وذلك بهدف تحقيق أهدافها التنموية سواء في إطلاق أعمالها أو عبر توسع محليا ودوليا وما فيما يتعلق بالإقبال على البرامج الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا فقد وصل عدد الطالبات التي تم الموافقة عليها منذ إطلاق البرامج إلى أكثر من 2400 طالب لدعم التوظيف والتدريب والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية ومؤخرا تم إطلاق برنامج لدعم برامج التلمذ المهنية الهدف إلى تعزيز فرص استفادة البحريني من الفرص التدريبية المرتبطة بالتوظيف التي تتيحها برامج التلمذ المهنية عبر أكسابهم للمهارات المهنية المتوافقة مع سوق العمل وذلك من خلال تدريب التدريب العملي في مواقع العمل إضافة إلى التدريب النظرية المقدم من المؤسسات التعليمية المعتمدة وكجزء من جهود تمكين في تعزيز التواصل مع كافة فئات العملاء تم عقد أكثر من 300 لقاء تعرفي للبرامج الجديدة بما يعزز من فرص الاستفادة منها لدعم التوظيف والتطور الوظيفي ودعم المؤسسات وتضمن الاجتماع إطلاع مجلس الإدارة على الخطط والتوجهات المقترحة للعام القادم بما يسمى في مصالة تفعيل برامج تمكين الجديدة لتحقيق الهدف المنشودة تماشياً مع أولويات استراتيجية تمكين للعام 2024 والمرتكزة على ثلاث محاورة رئيسية هي رفع وطيرة إدماج البحرينين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الانتاجية واستخدام التكنولوجيا ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام